مساء الخير أعزائي الطلبة في المحاضرة الثالثة من تتابع محاضرات في الجزء المخصص بمنهج جزء الأول والثاني خصصناه لمعرفة الأجزاء والصرطان كذلك المحاضرة الأفائية كانت على la mucosaluffin أو spread of cancer cells وعلى المنفذات بين المنفذات ترانسيلوميك هيمتوجينيس سبريد حكينا عن الماكروهيمتوجينيس سبريد أماما المنفذات بين المنفذات الأولى الآن نأخذ جزء محوري في الكنسر والنيوبليجيا وهو ما هو أسباب الكنسر وإذن the etiology وحكلكم الدكتور أحمد جودة قالتكم the etiology اللي هو العبارة هذه e-t-i-o-l-o-g-y ما هي إلا عبارة عن ما هي مسببات أو the causes of the cancer including the predisposing factors or a relieving factor which is aggravating the disease so etiology of the neoplasia and the cosinogenesis تتابع تكوين أو ضرق تكوين أو مراحل تكوين الكنسر تسمى في علم النيوبليجيا cosinogenesis رجاء للأر دائما خفوا النطق عليه ما تقولوش carcinogenesis قولوا cosinogenesis فنبدأ بعون الله أول شيء سؤال يفرض نفسه الآن كيف يصير expression to the gene which is normal to a cell which is abnormal اللي هي الكنسر فالسؤال الذي يفرض نفسه الآن أو لممكن نحكو عليه كيف يتعرف الجهاز المناعي على ال cancer cells there is always a cytotoxic T cell which is called CD8 plus which is has an anti-tumor activity تتعرف على ال cancer cells باعتبار أنه خلايا غريبة مش نحن عقلنا من الأول بأن ال cancer cells تسمى neoplasia فالسؤال التمور يقون antigen G خلية معينة اسمها الماكروفيش which is when it's activated أو المسلفة activation تتحول إلى خلية تسمى dendritic cells وليش سموها dendritic cells لأن فيها زوائط إصبعية هكي يسمو فين dendrite يخليها شبيهة بـ cell body of the astrocytes or the nerve cells الخلايا هذه الها خاصية بارعة فتأخذ الأنتيجين بتاع ال cancer اللي هو tumor وتمشي به باهي تمشي به وين؟ تمشي به لل lymph node تتقابل في ال lymph node مع T cell which has anti-tumor property فتتعرف الأنتيجين الأنتيجين تلاحظوا بأنه هو بارعة الدendritic cells هنا علىية اللون الأخضر اللي هو جوه الخلية فـ this has been phagocytosed خضعت الدendritic cells ومشت بها all the way to the lymph node وهذا عبارة عن إيش الليمفاتيك في ذل صح؟ ودرت له a cross presentation طلعت على السفز المتاحة عشان يتعرف تتعرف عليه خلية أخر اسمها T cell خلية T cell lymphocyte So this T cell has been activated to identify تتعرف على tumor antigen الموجود على السطح متعمل متع الدendritic cells فيتكون كلون تنقسم الخلية هذه T إلى مجموعة من الخلايا كلهم عندها الخاصية للتعرف على من على الأنتيجين متاع من متاع التيومر فيصير بعدها migration of the T cell which is CD8 plus to the specific site which has the tumor وتتكون هذه الخلايا اللي عندها أيش anti-tumor activity فتتكون cell which has a cytotoxic effect to the tumor cells وخلي هذي اسمها KTL KTL C for cytotoxic T for T L for lymphocyte So the cells which has been proliferating in the lymph node migrating by the blood vessels to the site of the tumor is called cytotoxic T lymphocyte وهذا هو ليفسر the cross presentation of the tumor antigen via the dendritic cells والخلية هذي اسم فيها APC كان خضيتوها في الإميونالجي الخلية dendritic cells يسم فيها antigen presenting cells اختصارها antigen A presenting P C cells فالخلية dendritic cells سسمى antigen presenting cells leading to the formation of CD8 plus cytotoxic cells which always has an anti-tumor or anti-cancer cell activity مسابقة What is the mechanism that makes bacteria يتجنب أو يهمل يتجنب أو لا يتواجه مع الاميون سيستم فالسؤال الانت تيومر اكتيفتي تكون كالأعتي هو أن الانت تيومر سيلز موجود داخلها في نفس الوقت موجود على السطح متاحة السطح هذا يسمو فيها يسمى كذلك فكل كانسر سيل تفضح روحها وتكون الانت جين على السطح متاح على هذا الاساس تتعرف عليها من التي سيل وتقول راهي الخلية هذي كانها عندها بطاقة شخصية والذراع الخضر هذا عبارة عن البطاقة الشخصية الاميون سيستم اللي هي نحن نسمو فيها م ايش سي على فكرة م ايش سي اختصار لكلمة ميجر هستو كومباتابلتي كومبلكس هلها اسم آخر في الاميونيوجي يسمو فيها هايلا كيف يصير الاميون كيف الخلية السرطانية الخبيثة هذي تتجنب الاميون سيستم اول شي تقول الخلية السرطانية انت يا جهاز المناعي التعرف عليها عشان خاطرنا انطلعت لك انتجن اسماها انتيومر انتجن والله من انطلعت لك خلاص من ايش انطلع انتجن فالخلية التيومر هذي تدير اندور اكسبريشن لتيومر انتجن فهذا يسمى انتجن لاص فتفقد اللون الاحمر هذي سواء على سطح متاح الهيومن هذي ايش هذي ميجر هستو كومباتابلتي كومبلكس مفيش اي انتجن هنا ولا الخلية تحتوي على انتجن فالسؤال الخلية المناعية هذي لن تصدح القدرة على ان تتعرف على الورم وبذلك الخلية الورمية هذي او سرطانية تتجنب الجهاز المناعي كلمة معناها التعرف على الورم وهذه تتبر وسيلة خبيثة جدا زي مثلا مواحد صديقك وصفت قلت له فلان فلاني اللي انت تبيت قابله راه يلبس جاكا لونها بنية وراه قاعد المكلف لاني فيجي مشي صاحبك على اساس ان يدور على واحد لابس جاكا بنية صديقك اذا يقعد مكار عشان ما بيش حيتعرف عليه يلبس جاكا سودا ولا جاكا حمراء فصديقك مش حيتعرف عليه لانه هو ماهوش معلم نفسه ماهوش دير تاجين نفسه لذلك معناها يتعرف عليه الطريقة الثانية هو ان الانتجين جوه الخلية الورمية يكون موجود ولكن يصبح لها انترناليزيشن ما تطلعش الخلية على السطح متاحها بان الخلية الورمية ببساطة دارت الغريقة الخلية المساعدة자는 من عدد من المنائية التي تستطيع المقدس من على الـ tumor cells and this is called lack of T-cell recognition of the tumor برضك إذن النمط الأول الخلية السرطانية دارت under expression of the tumor antigen لذلك صار lack of T-cell recognition to the tumor في المكانزم الثانية صار mutation of the mutation or loss of the major histocompatibility antigen كلاس 1 leading to lack of T-cell recognition to the tumor cells النوع الثالث الخلية السرطانية واقيحة زي ما نقوله نحن قاعدة عندها major histocompatibility complex وكذلك عندها antigen وأجدت الخلية التعرف عليها فاطلقت الـ tumor cells some cytokines which is immunosuppressive وكأن الخلية السرطانية تقول لها صاحنا عندي antigen ولكن خطيني تباعد عليها فلس المادة الصفرة هذي البقعة الصفرة هذني منجتهن الخلية السرطانية عشان تدير suppression تثبيت لـ L-T-cell cytotoxic telemphocyte C-T-L أو أن tumor cells تكون رابط نافر منفر يسمو فيه inhibitory ligand أو ligand سيسبب أن يرتبط بـ receptor معين على الـ T-lymphocyte أسمها inhibitory receptor فالـ Interaction between the inhibitory ligand and inhibitory receptor will repel ينفر الخلية T-lymphocyte من tumor cells إذن في الاحتمال الأخير اللي هو هذا الخلية السرطانية جريئة أو واقحة مكونة ومكونة الأنتجين ولكنها استطاعت بـ 2 ميكانيزم وهي inhibitory ligand and inhibitory receptor والـ immunosuppressive cytokines لإنهبط تثبيت الـ T-cell activation فتلاحظ بأن النمط الأول والثاني الخلية السرطانية صار لها خلية T-lymphocyte اللي هي KTL صار لها lack of T-cell recognition of the tumor by under suppression of major histocompatimality complex or the tumor antigen وفي النمط الأخير صار inhibition of T-cell activation because of either inhibitory ligand interacting with corresponding part of inhibitory receptor or immunosuppressive agent which is released from the tumor cells inhibiting the cytotoxic T-lymphocyte KTL فالنمط هذا هو لخسبب ميكانيزم يخلي الخلية السرطانية تتجنب جهاز المناعي أو تخلي الجهاز المناعي يفوت عليه الخالية السرطانية وتسبح الخلايا في الدم وتصل إلى المكان البعيد What is the epidemiology of the new Blasio? خلينا نشتغل بشكل logic أو يعني بالتاريخ أو history السرطانية قبل السموكينغ ما كانش فيه سرطان واجده بعد السيغرات سموكينغ في القرن السادس عشر بدأ كثيرة من الناس يصابوا باللنك كعزر وهذا لنك يؤكد وجود الإبيديميولوجي طبعا كلمة ابيديميولوجي الإبيديميولوجي إبيديميولوجي هو علم الوبائيات أو علم تاريخ الوبائي كل سرطان القلون وخذينا من قبل تذكره السعودية العربية يستخدموا في الكبسة واللحم وكذا لذلك ينتشر عندهم قلون سرطان القلون إذن أي نقص في الألياف الغذائية مع زيادة في الدهون الحيوانية يزيد مفرصة السرطان القلون وهذا يؤدي إلى إفيدنس دليل إفيدنس دليل بأن هناك بين الأتيولوجي والسرطان القلون وهذا يؤدي إلى إفيدنس دليل طبعا لا شك بأن في عوام الورثية ومناطق معينة في العالم جغرافية تؤدي إلى انتشار سرطان معين في مكان معين كذلك الأشياء اللي خلا فيه عندنا نحن إفيدنس وعلامات في السرطان هو أن كثيرا من الأشياء اللي نحن خذينا المحاضرة اللي فاتت سميناهن ال أو خذيناهن هي عبارة عن ليجن وجودهم في جسم الإنسان يزيد من فرصة الإصابة بسرطان المعدة أو القلون أو غير وغيرها وخذينا على سبيل الذكر للحصر السكويمس والكولومنر والفيلس والكولونيك أديناما وال تقريبا خذيناهن هو بزوط ذاني يعني فالوجود ال يعني وجودها يسرع ويزيد من فرصة الإصابة بالسرطان يدل على أن السرطان ليس مرض عشوائي إنما هو مرض سببي هناك عدة مسببات اللي خلينا توا ندرسوا علم الوبائيات للسرطان وخذينا الصورة هذه من قبل وقلنا الجزء الأول هذا على يعني حدوث السرطان أما جزء اليسار هذا على الوفيات من السرطان فكتلاحظوا أكثر سرطان شائح في الرجال هو ليس اللانك ولكنه البروستيت بس هنا ليش درسنا اللانك كنوع مخصص اللانك 14% من سرطانات الرجال اللانك وثمانية وعشرين في المية من وفيات الرجال امتعات الكانسر حبارة عن اللانك كانسر معناها إن اللانك ليس الأشيح في الرجال ولكنه الأشيح في القاتل هو أكثر سرطان يقتل في الرجال أما في النساء الأشيح في الحدوث ليس اللانك وإنما بريست 29% من سرطانات النساء بريست ولكن اللانك تتمس في 13% ولكنه الأشيح في القاتل فالسؤال من هذه السكتش الذي قدامنا نستنبط معلومة معينة هو إن سرطان الرئة هو الأشيح في القتل لدى both male and females ولكنه ليس الأشيح كحدوث الأشيح في الرجال هو البروستيت والأشيح في النساء هو بريست لذلك ضروري أن نفهم الموضيح كما هي فتلاحظوا بأن البروستيت أشيح في الرجال كحدوث ولكنها لا تقتل بكميات كبيرة 10% فقط تقتل أما هنا اللانك تقتل بنسبة 28% من اللي هو وفيات نتيجة السرطان وكذلك البروست هي الأشيح في الحدوث لدى النساء ولكنها لا تقتل نسبة الكانسر لموته من البروست وكذلك وهذه الخريطة اللي من قلناها من قبل لا شاك إن في توزيع جغرافي في مثلا الأمريكتين فيهن كذلك في أوروبا ببساطة لأنه لا يعيشوا واجد واللانك موجودة في شمال أفريقيا وفي آسيا نتيجة التدخين استومك موجودة في المناطق اللي يكلوا فيهن مأكولات بحرية واجد زي إيران وكازاخستان منتصف أفريقيا موجود فيها الليبر هنشوفوا بعد شوية لماذا الليبر موجود في منتصف أفريقيا سرطان الكبد والبلدر كانسر موجود في المصر نتيجة البلحارسيا أو البلحارسياس وهكذا هناك ارتباط وثيق جدا ما بين بعض السرطانات وبعض الجغرافية نتيجة اللي عوامل ايش؟ يا أما تكون عوامل بيئية أو عوامل قد تكون وراثية لأن انتوا عرفين مثلا العرب مثلا سكنين وين في منطقة شمال أوروبا والشرق الأوسط شفتوا هنا مثلا السعوديين أكثر منطقة في العالم فيها سرطان قلون عرفين ليش؟ لأن السعوديين يقلب في دهون حيوانية واجد بكل سامن ولحم سواء كان بقر أو أو ماعز أو يعني غنم ويأكلوا في كيميات قليلة أقل بكثير من الأياف الغذائية عموما ايش الجيوغرافي انت كانسر في مثال معين سرطان الثدي خمس أضعافة حدوثة في أمريكيا عن اليابان السؤال ليش؟ خلدينا نردوا لهذه اليابان صح؟ اليابان شائح فيه ايش؟ استومك كانسر عرفين ليش؟ لأن اليابانيين يكلوا فيه المنتجات البحرية غير المطهية والتي تحتوي على كثير من نيتريت والتي تكون وتسبب سيث توكسك انجري واند كانسر شوفوا اليابان باهي لكن خلينا مثلا نشوفوا ال مش كتبين هنا لبرست صح؟ تمام مش كتبين هنا لبرست تمام لكن خلينا نقارن ونقولوا بأن اليابان أقل خمس أضعاف من حدوث سرطان الثدي من أمريكتين أو أمريكا الشمالية ف عكسها استومك كانسر استومك كانسر اليابان سبع أضعاف حدوث حالات استومك كانسر في اليابان عنها في أمريكا يعني عكس الأمريكان يسير لهم سرطان الثدي واجد و اليابانيين يسير لهم سرطان معدة أكثر معناه الموضوع الحلاقة بالجغرافيا شن داروا داروا تجربة ذكية جابوا وحدين يابان هجرهم إلى أمريكا فيحتبرها ضمي ساكن جنوريشن جيبانيز صح؟ وحسبوا الفرصة الإصابة بسرطان الثدي لدى هؤلاء البنات اللي هجرا من منطقة اليابان اللي عندها أقل فرصة سرطان الثدي في العالم إلى أمريكيا اللي عندها أعلى نسبة سرطان في العالم بعد حوالي أربعين إلى خمسين سنة وجدوا بأن اليابانيات اللي هاجرا من يابان إلى أمريكيا اكتسب نفس الفرصة الإصابة بسرطان الثدي وصيبا بسرطان الثدي ليش؟ معناه العملية من هايش علاقة بالوراثة إلها علاقة باللايف ستايل أو الانبايرمت والعكس صحيح جابوا أمريكان حطوهم في اليابان فرصة إصابة السرطان المعدة وجدها عالياً فمثلاً الليبر كونسر حنشوفوا بعد شوية ليش شائح في أفريقيا شوفوا هذه الصورة هذه اللون البربل أفريقيا صح منتصف أفريقيا زي موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر والكونغو تمام والبريست أدينو كارسينوما حسب وجودنا قاعدة 12 سنة في السويت شائع جداً أن يحدث في السويت ستاك هال عن طبرق حالات السرطان الثادي في طبرق ليست كما يحدث في السويت ببساطة جداً النساء الطبرقيات يتزوجاً بادري ويجيبن أطفال كثر وفي نفس الوقت يردعاً عكسها النساء السويديات ما يتزوجان بادري يتزوجان متأخر جداً ويجيبن أطفال بعد سن 35-40 سنة وكذلك ما يقومون بعملية الرضاعة إذن عملية الرضاعة تحمي المرأة من السرطان الثادي والولادة المبكرة للمرأة وما تكون في عمر صغير كذلك تحميها وتعدد الميلاد أنتو عارفين أن المرأة الطبرقية يجيبن في خمسة سبعة عشرة 11 شرق طفل لكن السويدية ممكن نجيب طفل بيدوبك الطفل الثاني فهل هناك هل هناك يعني في من منكم يقولوا كيف تربط السرطان بالجغرافية العملية مش سياسة لا هي مش سياسة ولكن هناك نمط الحياة اشتاكل تريض ولا لا تشرب في كحور ولا لا الدخن الصهر النوم الاستيقاظ التغذي على العياف الغذائية الدهون الحيوانية المأكلات البحرية غيرها غيرها فيه اشياء كثيرة تحكم حياتك بالصحة في حياتك عن ما تفعله يوميا انت اللي يسمى بي نمط الحياة او ما يسمى بي لايفستايل نحن اول ما خضينا قلنا لا محالة بأن الكنسر is a genetic disease يعني مستحيل الخلية السرطانية او ما التكون تكون المادة الورثية المتحالية دين اي طبيعية بالدليل بأن الكنسر دائما يحدث بعد الانفجارات النووية والتلوث الكيماوي اللي يسبب يعني طفارات في الدين اي لذلك يحتكون الكنسر so is there any hereditary component يعني ايش hereditary يعني بأن الكنسر is transmitted from one family member to the others اللي هما يسموا فيهم البارنت parents الاب والام كلمة parents معناها الوالدين to the offspring كلمة offspring معناها الذرية اللي هي البنات والأولاد اللي هما الذرية هل هذا يتبع medical genetic وجدوا بأن some cancer are hereditary يعني وراثية أو familial أسرية وبعض الكنسر كان هنا ليس لها علاقة بالوراثة ولكنها تنتشر بشكل sporadic بشكل ليش sporadic يعني غير وراثي أو عشوائي this cancer has no hereditary link فلبعض الناس لو قلك أنت السرطان وراثي يقول لبعض السرطانات تنتشر بشكل وراثي وبعضها لا فسؤال هذا عملي كم أنتو؟ يعني ممكن تسألوا عليه الأطباء زملائكم أو بعض الناس اللي هما عندهم خبرة في الإحصاء في مركز طبرق طبي أو بقية مستشفيات ليبيا What are the most common malignancies or cancer in Tobruk in ليبيا؟ أكثر سرطان شائح في طبرق وأقل سرطان شائح ممكن تجاوبوني عليه أول ما تقابلوا في الكلية ونديروا مراجعة The cancer أول عامل هو العمر The cancer risk increase as the patient become older كل ما كان الإنسان أكبر في السن كل ما فرصة إصابته بسرطان زادت ففرصة الإصابة لشخص عمره 55 سنة بسرطان أكثر بكثير لشخص عمره عشر سنوات ببساطة جدا DNA كل ما كان قديم كبير في السن كل ما تكونا فيه Somatic mutations يعني طفارات ولثية أكثر وهذا طبعا يسبب في فرصة التحول والخلية العادية لخلية سرطانية كذلك immunity immunity مناعة شخص عمره ثمانددشر سنة تماما مستحيلة تكون جديد شخص عمره ستين أو سبعين سنة لذلك immunity which fight against cancer is more in younger patients or people than the people who are older فعلى نقطتين هذه هي المناعة والعمر مما يسبب somatic mutations طفارات ولثية بالرغم من ذلك فيه سرطانات ما تكوناتش إلا في الأطفال فمثلا اللوكيميا is very common in the children زي الأكيوة لمفو بلاستك لوكيميا ممكن نكتبوها هذي such as sorry such as acute lymphoblastic leukemia ALL و sorry another tumor which is at the region of the cerebellum المخايخ اسمه الورم medalloblastoma medalloblastoma is the commonest pediatric malignancy in the brain tissue كلمة pediatric هنا معناها أطفال عارفين كلمة بيت إن شاء الله في سنة خامسة ممكن أنتوا نظام المديور يختلف حتأخذوا جئزة في دراسة الأطفال فنسموها pediatric والعلم نفسه اسمه Pediatrics ف الhereditary predisposition or manner أنماط الوراثية للسرطان تقسم إلى كم نوع إلى أربع نوع نمط autosomal dominant يعني 50% من الناس يصابوا و 50% لا يصابوا أما الـ autosomal recessive 25% يصابوا و 50% ينقلوا المرض الـ X resistive disorder X-linked زي تنتقل على طريق كرومصوم X لـ male فتكون المرأة هي الحاملة والمصاب هو الطفل الذكر و فتكون المرأة هي الحاملة معناها مالاش علاقة بكون كرومصومات autosomes dominant ولا resistive ولا X-linked يعني النمط أول يحتمد على وجود dominant characteristics لا أستطيع أن نشرح من جديد ما يعني كلمة dominant genetic character لأنني من نفترض بأنك منتو غيرتوا جيناتك صراحة أو لا خذتوها أو لا في الهيستولوجي ما يعني كلمة autosomal dominant و ما يعني كلمة autosomal recessive الصفة السائدة والصفة المتناحية السائدة تسمى dominant والمتناحية تسمى recessive و أي صفة التي تصنف على الكرومصوم X تسمى X-linked لها علاقة بكرومصوم X اللي هو G2 من الأم صح؟ لذلك الأم في خيار الثالث الأم هي اللي تنقل المرض ويصاب به الأطفال الذكر اللي هما الذكر So this is the first point in the etiology of the cancer السؤال نحن مبدري قلنا there is quite strong link between genetic mutations إذا كانت somatic mutations with the cancer ف الدين أي دامج المضوح هذا درسوه أول ما يصير فيه انشطارات نووية زي مثلا في هيريشي موناليغازاكي سنة 1945 وزي في انفجار المعامل النووي تشير نوبل سنة 1986 وانفجار التسونامي المصانع النووية في منطقة جنوب شرق آسيا في 2004 أربعة هذني خلا فيه دليل على أن بعد الانفجارات النووية يحدث أن الدين أي يتكسر وينتشر حدوث كثيرا من الأوراق ولكن الحاجة اللي هو وراثية معروف عليها هو أن هناك بعض المتلازمات الطبية زي الحالة هذي البنت هذي شوف البنت هذي الوجه المتاحة مبقح صح there is a flickering and skin hyperpigmentation إذن there is skin hyperpigmentation في متلازمة المتلازمة هذي يسمو فيها xp zero derma pigmentosa zero derma pigmentosa كلمة zero باللغة اللاتينية معناها dry Jeff zero derma باللغة اللاتينية skin جلد pigmentosa عنها المتبقع فمعناها المتلازمة هذي اللي لها علاقة بالكانسر والدين أي دامج تسمى xp zero derma pigmentosa معناها الجلد الجاف المتبقع فالجلد البنت هذي بالفعل متبقع وهو ينتقل عن طريق الأوتوسومal resistive شن معناها إنه خمسين في المية ينقل المرض وخمسة عشرين في المية فقط يصابه والها علاقة بأن المريضة هذي إذا تعرضت للآشي على فوق المنفسجية فأن الجلد متاحها يصاب بـ دين أي دامج و there is failure فشل في إصلاح دين أي دامج لديها ففي إنزايم اسمه ultraviolet sensitive endonuclease في عند المرضى ضمي اليوم لذلك المرضى ضمي يصبح لهم في سكين كانسر زي أو بازل سي كارسينومة أو بازل سي كارسينومة أو بازليومة أو مالغنة ميلانومة أول ما يتعرضوا على شمس بكميات كبيرة تمام الفاميلي الكنسر سيندروم حكينا عليهم من قبل تكن تذكروا هنا قلنا يا أم يكون الأوتسومال dominant أو الأوتسومال recessive أو related to the X chromosome X language recessive disorders أو the inheritance pattern is uncertain غير واضح ما هواش أوتسومال dominant ما هواش أوتسومال recessive ما هواش X length فالسؤال الفاميلي الكنسر العدم وضوح عدم وضوح كثيرا من الكنسر زي colon breast ovary and sinus like brain عدم وضوح فالسؤال الذي يفرض نفسه والآن نريد أن أسألكم سؤال أنت كطبيب قاعد في العياد الخارجية جاءك شخص معين عنده سرطان وسألته قال لك أمي 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 عندها وخالتي عندها وعمي عندها وخالي عندها وأخوتي الأثنين أصيبوا ولد أخوي أصيب إلى أن هناك أنت تتعامل مع سرطان وراثي فأنت كدكتور في الطب قاعد في عيادة معينة أنت تشك تشك في وجود سرطان وراثي أو سرطان أسري يعني ينتشر عن طريق من الأباء إلى إلى الذرية أول شيء كثيرا من السرطانات الولاثية يحثن في عمر مبكر يعني قبل سن الخمس داشر سنة في أصيب المصدر أصيب المصدر أصيب المصدر أصيب المصدر يعني مثلا الثدي يكون في الثدي الأيمن والثدي الأيصر الغدى الفوق كالوية سوبرارينال أو أدرينال يقعد فيه الريت والليفت أدرينال والله العضاء اللي هنا المزدوجة زي الكيدني بايلاترال رينال والله يقعد فيه أفكشن وهكذا إذن البيولاترال اناتوميكال ديزيز فايفر يؤكد أن تيومر هذا قد يكون وراثي أو أسري إذا كان تيومر نفسه متبقح موجود عليه عدة بقعات داخل العضو نفسه يعني توجد مثلا تو سيبرات تيومر في البرست والله تو سيبرات ليجين في الكولن وهذا يسمى ملتي فوكاليتي أو ملتي سنترسيتي ملتي فوكاليتي أو ملتي سنترسيتي سيبرات ليجين في الكولنة أو ملتي فوكالي ملتي فوكالي أكثر من بقع في نفس العضو ولا أكثر من سنتر في نفس المكان والله يسمى ملتي سنترك إذا كان حدثت في أكثر من سيبلينك اللي هم الريليتفز الأقربة أو الأخوة والأخوات زي السيبلينك أخوة وأخوات وريليتفز أم الأقربة إذا حدثت بين أكثر من قريب في أسرة واحدة انشكوا بأنه هناك ورم وراثي تمام فلو سألوكم قلكم إن جنرال قلنا نمبر وان العمر المباك نمبر ثنين أن يكون تيومر في الجهتين نمبر ثلاثة أن يتكون في أكثر منبقعة داخل العضو نفسه رقم أربعة أكثر من فاميلي منبر في الأسرة الواحدة سواء كانت أقربات درجة أول الثانية مصابين بهذا السرط الآن ننتقل إلى جزء الثاني وهو الهيستولوجيكال سبكترم أوف ديزيز اللي هو الكانسر أن دا ميتاستيكاسكت اللي هو عبارة عن جزء من الكارتينيجينيس إن شاء الله حنبدو فيه بعد شوي أخر فالسؤال لو شفنا خضينا الصورة هذه لبناين تيومر أوف دا كواتلج اللي هي الكوندرومة فتلاحظوا بأن الكوندرومة هنا منظرها زي الماتيور كوندروسايت this is the capsule and this is the chondrocyte وهذي الأكسسولي الميتريكس اللي هو نورمال فالبناين كوندرومة close اللي يريزمبل the normal cartilage شكلها زي الغضروف العادي تختلف واجد لو شفنا شفتو هذا this is a malignant كوندروساركوما فالخلايا hyperchromatic وعندها playmorphism وعندها mitosis وعندها hyperchromasia or hyperchromatasia so the tumor is malignant by feature ونحن قلنا الصفات الملغنسي اللي خذناها من قبل عبارة عن mitosis hyperchromatasia ultra nucleoside basmic ratio and loss of cellular polarity plus nuclear and cellular playmorphism فهذا كلهم يخلن الصفات نحن في اتجاه الصورة هذه ما هياش benign نشوف الفرق ما بين هذه وهذه hyperchromatic خلايا وجدات hyperchromatic omitosis والخلايا الشكلهم bizarre bizarre معنها غريب bizarre shaped معناها شكل غريب والخلايا hyperchromatic and the extra cellulermatic عبارة عن شاحيحة ما هياش واجدة اما هنا معظم للخل الشريحة extra cellulermatic في خلبي نحن نحكم بأن الجانب الايمن هذا هذا normal looking normal cortilage which is called benign condroma while this one is condrosarcoma so this is a spectrum of the disease itself which is the neoblase هذا طيف مفروض ان نحتبروه بأن نحن الهيستولوجي يختلف من نسيج إلى آخر فهذا عادتكم مثال نسيج واحد اللي هو condroma and condrosarcoma شوف كيف اختلفان عن بعضه توقع نجو الجزء المهم عندنا في carcinogenesis وهو كيف الخليه السرطانية ايش يصير لها تنتشر هذا ما يعرف بمتسلسلة الميتاساسيز توقع 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 الميتاساسيز الممبران إلى الميتريكس وهذا هو البازمت الممبران الذي حكنا عليها توقع أول شيء ماشي في اتجاه الوعاء الدموعي في نفس الوقت هي تنمو ينقص عليها المواد غذائية والليكسوجين فاطلبت من الوعاء الدموعي أن يعطيها فرع من البلود بيزيس البروسس هذه سنجسى منها في المحاضرة التي فاتت انجيوجينيسيز إذن وكلمة معنى مستعمرة من الخلايا تلاحظوا بأن الخلايا هذين كلين طلعت من خلية واحدة مما يدل بأن الكانسر is a single cell disease مستعمرات ثانوية وتتجه ناحية الوعاء الدموي ويصبح loss of adhesions وتقعد الخلايا كان متبعدات من بعض تذكر الخلايا هنا كانت ملصقات مع بعض كل لكن بعد ما اتجه السرطان الى الوعاء الدموي الخلايا انكرن بعض ها وصبحت loosely attached عشان تكون حاجة اسمها invasion وعبرت المنطقة هذه المنطقة ماذا اسمها اسمها Extracelular matrix ودخلت لبعاء الدموي عبر blood vessels وتعرفت على lymphocyte اللي حيصير المنطقة كيف تتجنب الجهاز المناعي بانه هي عموماً الخلية بعد ما تسبح في الدم هذي خلية الانفوية وهذه خلية سرطانية تتجاور معها وتكون حاجة اسمها بالفعل الخلايا تم نسبحاً في الدم وقعدت على الخلايا السرطانية كذلك جوارتها شوية خلايا ليمفوية معناها العائل ورسقاً عليها شوية بلايتلتس تسمى الخلايا السرطانية يعني الخطرة السرطانية وتجد تعوم 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 في الدم تعوم هذا البيعات الدم موي صح؟ لان ما توصل الى العضو اللي احنا قلنا عليها من مصلحته ان توصل فيه وهذه يسم فيها النظرية هذه نظرية نظرية البذرة والتربة الخصبة السرطانية إلى أن تكون متاستاتيك كلون وهو تقعد تستقر مرة أخرى فمتاستاتيك ديبوزيت تكون بقعة نقلية في مكان بعيد عن مكان البرايمر وهذا هو تعريف من الميتاساسس قلنا نحنا متاساسس إما عن طريق اللمث أو عن طريق البلاد أو عن طريق البلاد اللي هو �� uhә المإكروس فرد ماكروس فرد مائكروسكو بيكizer زي هنا المائكروسفريه لحثث ي Milton النمر الراهن بل مان من وهذا سي distribute جميع هنا عن مكان ويكون ورم في مكان بعيد عن المكان الأساسي اللي منه أتيومر وهذه هي الفلسفة من انتشار السرطان هو أن السرطان في المكان البرايمر متاعه لقاف ظروف مع شي ساعداً الهواء أقل عليه والأكسجين والمغذية وكل أشياء لذلك أنتقل عن طريق الدم هنا في بروسس وفي كاسكت كاسكت معناها متسلسلات لاحظوا بأن أول خطوة هو الثاني خطوة هو ماذا معنا كلمة إنترافزيشن يعني تدخل ويعاد الدموعي الخلايا السرطانية وبعدها إنترأكت تدخل مع اليمفوسيقين ولكلادية ثانية تلاحظوا هنا تخلي الوعاء الدموي نسمو الخطوة هذه دخول الوعاء الدموي أما هنا تطلع التيومر من داخل الدم إلى الخارج فتسمى الوعاء الدموي وتكون وتكون أوعية دموية مجديدة فتلاحظوا بأن تتكون على خطوة 2 خطوة في البرايماري تيومر وخطوة بعد المتاستاتيك ديبوزت فالانجيوجينيس ويحتاج إلى بوث المتاستاتيك ديبوزت ومتاستاتيك ديبوزت يعني مكان بعيد بالشكل الوراثي وهذه هي الخطوات اللي حكينا عليهم توا يحدث لوس ويتفرفرا الخلايا من بعضها ويطلعا ويضعا يضوبا تمام وعشان الخلية تتحرر من اللي تربطها بالخلية المجاور لها أنتو عارفين بأن في بروتين أعطيك من دكتور أحمد جود أحتقد في الهيستولوجي which is part of the zone إلى أدهيرانس البروتين هذا يسمو فيه انترسللر سل أديشن موليكيول اسمه إيكا دهيران إيكا دهيران يوجولي في المتاسس الشين يصير لأكسللوس زي ما أنت تفك في شيئين من بعضهم ضرورة تبتحن من بعضهم فالخلايا هنا عشان يبنين فصلا من بعضهم ضرورة تحرن من المادة الملسقة المادة الملسقة ما بين الخلية والخلية اللي هي جزء من الزونيلة نسمو فيها أو زونيلة أوكلودنس أوكلودنس والله زونيلة اللي هي لذلك التوقع بأن البروتينات إيكا دهيران يصير لهم لوس وبعد يصير ديجرديشن الإكسسسلل ميتريكس هذه تذكره ضروري تذاب عشان الخلية تتحرر وتنتشر عن طريق الحركة إلى اللي هي اللي هي البروسيس أو انترا نسيشن وبعدها يصير في ريليز في عسي نسب في عسي نسب في عسي تeremos عشان يجذب الخلية إلى أن تتحرك إلى مكان معين يسمى فيها الكيمو كاينيسيس أعتقد مفروض الدكتور أحمد جودة يكون شرح لكم الكيمو تاكسيس والكيمو تاكتك أيجينت والكيمو أتراكتينت أيجينت عبر الجزء اللي عطيتكم في الأول أسمها انفلميشن الفاكتور اللي ساعد على تكوين الأوعية الدموية سواء في المرهنة والسكندري نسمى فيه انجيجينيك فاكتور اللي هو يساعد على الحدوث خطوة من تكوين الأوعية الدموية سواء للبرايمير تيومر أو للسكندري تيومر خطوة هذي يسمى فيها انجيجينيسيس انجيو جينيسيس وهي بروسس أوف نيو فيزلز فورميشن نيو فيزلز فورميشن آخر حاجة هو استقرار الميتاستاتيك كلون إلى العضو معين اللي هو يسمى فيه أورغان تروبيزم فالسؤال إيش اللي يخلي الخلايا السرطنية هنا متاعت اللانج ما يتمشيش إلا للأدرينال والله لسينس والبريست والكولن ما يمشنش إلا للنج والليبر هناك قابلية للخلايا السرطنية بأن تعيش في تربة مخصصة معينة وهذه الثيري درسوها واجد وتعبدتم ودرسوها عدة سنوار لقوها عملية وسمى فيها تخصص وجهة الورم أورغان تروبيزم أورغان تروبيزم تروبيزم معناها الوجهة زي ما أنت مثلا وصديقك تطلع من حافلة ماشية من طبرق إلى بنغازي في وحدين ما يبوش بنغازي يبوه البيضة أو يبوه المالج فهم يوقفوا أمتى أول ما توقف الحافلة هذه في البيضة ما يبوش البنغازي أما ليماشي البنغازي فهيقعد في الحافلة طول الوقت عشان إراجي بنغازي أول ما تجي ويوقف فيها فهذا يسمى نظرية البذرة والتربة الخصبة أما الآن فنتجه إلى الجزء الأخير من المحاضرة الثالثة في النيوبليجيا وهي الكارسينوجينيسيس طبعا جزء من الكارسينوجينيسيس وجيناتك أسبكت أوريدي كفرد في محاضرة اليوم اللي حكينا فيها على الجيناتك كونسر ترانسميشن سواء كانت أوتسومال دومينانت أو أوتسومال رسيسيف أو فاميليل كونسر سندروم ذات ترانسميت أو انسيرتين واي وحكينا على الميتاسيسيس جزء من الكارسينوجينيسيس啦 ولكن طوى نبي نحكو على المسببات الأساسية للسرطان أو كيف يتكون سرطان أو ليش تكون سرطان ليش شخص معين يحدث عنده سرطان والشخص الآخر ما يحدثش كلمة carcinogenes معناها سرطان genesis هي كلمة genesis وهي عملية تكوين السرطان أو بدء تكوين أو خلق السلطان كيف يخلق أو يتكون السلطان الآن نتحدث نتحدث نتحدثنا طبعا على الـ DNA damage تحدثنا على الـ hint of the radiation وحكينا على بعض المسببات الجغرافية زي الـ life styles والـ nutritional factors and the environmental factors الآن ما هو بعض المسببات التي تسبب سلطان وهي من الكائنات الدقيقة إن شاء الله الدكتور عيسى أو أصلا الدكتور عيسى نوح أصلا عطاكم الـ microbiology فعطاكم شيء أسمى bacteria وشيء أسمى virus شيء أسمى fungus وشيء أسمى algae لأن الكائنات الدقيقة أو microbiology microbial pathogen فإذا كان الميكروب سواء كان فيروس أو بكتيريا سبب سلطان في اللحظة هذه نسمو فيه microbial oncogen إذن كلمة oncogen إن شاء الله في المحاضرة الجاية حندرسوا بعض الأشياء ومنكم في محاضرة اليوم أعتقد حندرسوا إيش معنى كلمة oncogen فoncogen هو المسبب للسلطان وتكتب كالآتي oncogen oncogen فالميكروبيا أن فيرو الأنكوجين مثال عليها نمبر وان هيومان تي ال في وان اللي هي هيومان تي لمفومة فيروس وان أحيانا ينقوها لمفومة وأحيانا ينقوها لوكيميا فغالبا من ينقوها لوكيميا فتسمى هيومان تي لوكيميا فيروس وان تكوز سرطان اسمه تي سل لوكيميا الثاني فيروس يسبب السرطان هو هومان بابلوما فيروس وهو معنى كلمة وورت نحن اللي بيين نقولو الثلال أو الثقالين اللي هو غالبا نسمو فيه في اللغة العلمية أو في علم الجلدية إن شاء الله وما تصلوا للدرمتولوجي حتخذوها تسمى فيروكا بالغارس فيروكا معناها وورت بالغارس الشائعة إذن الكومن وورت أو الثقالين الشائعة ممكن نوريكم صورة هنا أعتقد إنكم حتفهموا أكثر الوضع منها هذا النهن الثقالين أكيد عندكم بعض أقربكم بعد ما يجي سلم عليك والله فيه في رجليه تلقى هذا الشكل عبارة عن فيروكا بالغارس فيروكا بالغارس وتسمى الثقالين الشائعة الاسم العلمي متاحها فيروكا بالغارس فيروكا معنى ثقالين وورت باللغة العربية وورت طبعا الأي بعد ما تنطق وقصدي بعد ما يجي بعد حرف متحرك تنطق أو فالنطق الأسلي هذي ليست ليست وورت إنما تنطق وورت كومون وورت وهو يسمى فيروكا بالغارس وهو يسمى ملتبل بابيول في دورزل سرفس وهو الهستولوجي متاحة بهذا الشكل حنلقى حنلقى كويلو سايت وهو يسمى بإن الإبيدرميز فنلاحظوا بإن الإبيدرميز كان هنا السلز في فراغ حوالي نيوكلياس فالجزء هذا يسمى نيوكلياس أو هيلو الفيروس اللي سبب المأساة هذي أو المشكلة هذي الفيروس اسمه النوع 6 و11 فخلينا back to the viral or microbial oncogene human papilloma virus is associated with common word or virucavillirus serotype 6 and 11 while the cervical cancer سردان عنق الرحم لدى السيدات associated with human papilloma virus 16 18 31 33 الابشتاين بارفيروس another virus is called ABV ابشتاين بارفيروس is implicated in the pathogenesis of many diseases including حوشكين لنفومة وبركت لنفومة ونزيفارينجي الكارسينومة فتلاحظوا بأن نزيفارينجي الكارسينومة is hidden neck hidden neck tumor بركت is a lymphoma which is non-حوشكين while حوشكين لنفومة is another lymphoma فتلاحظوا بأن الابشتاين بارفيروس ABV ابشتاين تلاحظوا بأن أنا تندقتش ابشتاين بارفيروس is implicated متهم في pathogenesis of three cancer حوشكين لنفومة بركت لنفومة ونزيفارينجي الكارسينومة بعض الناس التي سللهم فيروسات الكابت البي والسي يصابوا بسرطان الكابت ولذلك وجدوا بأن 70 إلى 80% 70 إلى 85% 72 85% of the hepatocococinoma is common along with the patient having hepatitis B virus and hepatitis C virus HPV and HCV that's why والسؤال الذي يتوى مزال محي رديكاترا مشكل المرضى عندهم فيروس الكابت الباقي أو جيمي يصابوا بسرطان الكابت من ما يدل على أن الخرونيسيتي أو كرونيك انفلاميشن سيطلع ريكاتي اكسيجين سبيسيز و فري رديكال سيسبب سيتو توكسيك انجري and دي نا دامج فالسؤال يعني مشكلة المريض عند فيروسات الكابت الباقي والجيم سيصاب ب السرطان الكابت اللي هو نسمو فيه نحن هبات سول كارسينومة على فكرة هبات سول كارسينومة تختصر دائما باختصار جميل نسمو فيها HCC هبات سول كارسينومة فانتوا ان شاء الله في المستقبل بعد ما يمر عليكم HCC زي RCC ريليانسي كارسينومة اعرفوا بأن ال HCC اختصار لهبات سول كارسينومة هبات سول كارسينومة HCC آخر حاجة هو البكتيريا اللي دائما اللي بيين يحكوا عليها لأربع عشرين ساعة هي بكتيرية المعدة اللي اسمها Helicobacter pylori البكتيريا الحالزونية انا احيانا نجني عجيز كبار عمر ثمانين ساعة ودقول لي يا تاكتور انا شخص عندي بكتيريا الحالزونية البكتيريا الحالزونية هذي من تحت المعدة اسمها H-Pylori Helicobacter pylori Helicobacter pylori في سنة 2005 خلط ال Nobel Prize Committee في سكورلينسك في ستوكولم يعطي جهاز نوبل باري مارشل في مكافأله لاكتشاف بكتيرية H-Pylori البكتيريا هذي عيشة في السب ميكوزا of the many individuals ناس وجدين موجود عندهم البكتيريا هذي اللي اسمها Helicobacter pylori عبارة عن Gram Negative Coco Bacillus No sorry Bacillus Bacillus و Spiral يعني حلزونية فالبكتيريا هذي متهمة من سنة 2005 في ال Gastritis التهاب المعدة و Gastric Adenococinoma سرطان المعدة وكذلك في لينفومة معينة اسمها M-A-L-T Malt ميكوزا associated lymphoid Neoplasia or ميكوزا associated lymphoid tissue Neoplasia نفس السبب متاع هباتات C و V ليش V هباتات C و B ليش مش كل الناس اللي عندهم بكتيريا حلزونية شوف العدد الضخم اللي نحن نعرجو في يوميا من الناس اللي عندهم البكتيريا H-Pylori هل كل هل يصر لهم Gastric Adenococinoma ما يعني سرطان في المعدة أبداً ولا يسر لهم Malt وهو lymphoma of the gastric tissue called Mucosal associated lymphoid tissue neoplasia Malt lymphoma Malt lymphoma which is B-cell lymphoma عموماً وجدوا بأن Most of the effect is due to chronic inflammation that cause أن free radicals منتجات الالتهاب زي Reactive oxygen species ROS Reactive oxygen species خلا نسموه هنا ROS 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 اللي هنا يسموه هنا كذلك Free radicals يسبن دامج للميكوزة ويخلن خلايا تتحول لخلايا سرطانية عموماً Viral and Microbial Oncogenes وجدوا بأنهن عديدة من ضمن Human T Leukemia Virus 1 cause T-cell leukemia and lymphoma Human Pabinoma Virus causing common word or viruca vulgaris serotype 6 and 11 while serotype 16, 18, 31, and 33 causing cervical cancer or cervix uterine سرطان عقل رحم بالسيدات فيروس آخر اسمه ابشتاين بارفيروس يسبب ثلاثة أورام خاشك للمفوما بوكت للمفوما and nasal pharyngeal carcinoma هبتاة CNV sorry هبتاة CNB causing هبتاة CROC ACC anti-lecobacter biorecosing gastric adenococinoma and the pylorus and the mucosal associated lymphoid tissue lymphoma or neoblasia so these are the microbial antigen وهذا طبعا الصورة اللي أردي خذناها للفيروكا بالقارس وشرحنا عليها المورفوريجي متاح هاو الهيستولوجي متاح so what is the effect of the ultraviolet radiation الأشعة فوق البنفسجية على جسم الإنسان وتأثيرها على أو بتكوينها الكانسر أنت تلاحظوا بأن the natural ultraviolet radiation source to the skin will cause or increase susceptibility to make malignant melanoma اللي هو سرطان الجلد وسيقويا مثل كارسينوما وبازل سي كارسينوما اللي يخذناها من قبل في اللوكل cancer يسمو فيها rodent cancer فthe malignant melanoma سيكويمسي كارسينوما and business carcinoma are increased by the natural ultraviolet radiation source to the skin أما ما هو مصدر artificial ultraviolet radiation يعني الأشعة فوق البنفسجية اللي أيش اللي صناعية فيستخدبوا فيهن في علاج السورايسيس الأشعة فوق الصوتي الفوق البنفسجية علاج السورايسيس اللي هو الصدفية وكذلك اللي يستخدموا في الأشعة فوق البنفسجية في التعقيم المعدات الطبية وكذلك في المعامل الطبية للبحث العلمي research centers كذلك بعض الناس اللي يحبوا يخلوا لونهم برونزي أو أصمر يستخدموا في cosmetic ultraviolet tanning machines عشان يديرا استبغل الجلد إلى لون برونزي أو أصمر عشان يكون محبوب هذاني ثلاثة اللي هنا ultraviolet therapy for psoriasis ultraviolet for sterilization of the medical equipment والresearch centers والكوزميتيك ultraviolet tanning machines هذاني source for ultraviolet radiation ولكنه artificial فالبعث الجنسيز اللي يسير هو أن الالترافيل يسبن يسبن DNA double strand break أو DNA damage خاصة الناس اللي هم جلدهم أبيض على عرضة للتعرض أكثر من الأشخاص اللي عندهم جلد أصمر إذن الأشخاص اللي صمر على حماية أكثر من الأشعة فوق البنفسجية اللي هي غالبا تتكون من أشعة الشمس خاصة في الوقت النهاري اللي هو من ساعة عشر في الصبح اللي عنده ساعة واحد في الليل فمثلا هذا المشين اللي إحنا حكينا عليها توا المشين اللي حكينا عليها توا أه 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 أمدير بس تمام هذه المشين اللي هي فور اندور صانتاني بعض الناس مايحبوش بشرتهم تكون بيضة يحبو بشرتهم تكون خمرية أو تان برونزية فيستخدموا في هذه المشين اللي تسبب في صدباغ اللون الجلدي بلون أصمر والتأثير المتاحة هو أن يكون الجلد بدل ما يكون أبيض يكون لون خمر أو برونزي وهذه بنت سيرت لها سكين داركن أو تانين أفتر لإستخدم هذه مشين داخل البيت أو داخل الحجرة المشين تلاحظ فيها لمبات أشعة فوق بنفسجية واللمبات التي تحت فهي ترقت جوه هنا وبعدين يسكر عليها الكوة هذه صندوق تسبب في تانينج يعني أن اللون يكون برونزي طبعا باستخدام لوشن معين يجذب الأشعة فوق بنفسجية يسمى تانينج لوشن المحليل المسمرة التي تجعل الشخص يتحول من اللون الأبيض إلى اللون الأصمر طبعا نحن صمر من خلقة من عند ربي لكن الأجانب يحب أن يكون لون أصمر والمشين هذي artificial ultraviolet يسمى فيها سوليريا الDNA دامج وجدوا بأنه مرتبطة بكم سندروم في الطب فمثلا بلوم سندروم وأتاكسية تلانجكتيزيا وفانكيوني أنيميا وزيرا ديرما بكبنتوزا أذن الأربعة أنواع مرتبطات بوجود DNA دامج which leading to cancer due to ultraviolet radiation or other sort of radiation اللي يحدث أنه يتكوين DNA which is mutated and damaged due to the level of radiation either by natural radiation or ionizing radiation ionizing radiation هي الأشعة من النووية الأشعة النووية اللي تنطلق منها أشعة نووية و ultraviolet radiation في أنزيم أصلا موجود في جسم الإنسان هو اللي يحكم أن DNA يتصلح بعد التعرض لل ionizing and ultraviolet tradition الأنزيم هذا اسمه ultraviolet sensitive endonuclease بعض بعض الناس خاصة في ataxia telangiectasia وبقي the syndrome سذني يصير في lack of the ultraviolet sensitive endonuclease وبالتالي يتكون عدة أنواع من السرطنت الناس which are الأخرى مبحث بابش THEM في إذاً بعض النساء ينوي عندهم Ethereum ويصبح possibilIM فإذا فقدت بابش TheM على إصلاح الـ DNA اللي تكسر فهيكعد المريض في اللحظة هذي على عرضة بأنه يصير لـ DNA يدامج ويستمر الـ DNA يدامج من غير إصلاح فهنا part which is called defected DNA repair system يعني system ما فيش إصلاح للـ DNA اللي حدث نتيجة الـ radiation أو الـ ionizing radiation سواء radiation by ultraviolet radiation الأشعة فوق النفسجية والله الـ ionizing radiation اللي هي الأشعة الإشعاعات النووية ولذلك النساء هذان يسير لهم bilateral adenocarcinoma و commonly associated with germline mutation of BRCA2 و BRCA1 تذكروا المماثلة الأمريكية أنجلي ناجولي أزالت الصدر متاحة للصدر الأيمن والأيصر لنتيجة الوجود فرصة أنه يصاب بسرطان الثدي وهذان غالباً الـ BRCA2 mutation شائعة جداً عند بعض النساء اللي هن من أصل يهودي خاصة اليهود اللي سكنين في منطقة ما بين ألمانيا و بولندا اللي هم ما يسموا فيهم في التاريخ اليهود الأشكنازيين أشكنازيان جوش أشكنازيان جوش اللي هن عندهم أصلاً Mutation of the tumor suppressor gene BRCA2 of the breast cancer تمام؟ خلينا نشوفوا بعض الجوانب الكارسينوجينيسيس كتاريخ هذا الرجل هو سير برسيفل بوت موجود عبارة عن جراح عظام من لندن الهيستري متاع سير برسيفل بوت إنه هو ربط السكروتل cancer سرطان الصفن منتعة الخصية الرجال بالحباء اللي هو الرماد الموجود في الكنائس 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 أو الكنائس مش الكنائس اللي هن نسمو فيهن الشمنس الشمنس اللي هو المدفئة المدفئة المحلية اللي هو غالبا يحط فيها في فحم و أخشاب عشان يولعوا فيها النار فيسمو فيها المدفئة المدفئة المدخنة أو المدفئة المدخنة أو المدفئة فسير برسيفل بوت أول من ربطت سرطان الصفن اللي هو جلد متاع اللي يحيط بي التستيكل بوجود مادة في حباء رماد الدخان في النيران اللي يحطوا فيها في المداخن البيوت كانوا بعض الرجال اللي هم اللقطاء أو اليتامة يستخدموا فيهم في هذه الوظيفة اللي هي وظيفة التنظيف المداخن اللي يسمو فيها تشيمنيس سويبرز فالكيميكال كارسونجين أدى سوت السوت السوت اللي هي المادة المادة هذي S O O T اللي هي عبارة عن الهباء أو الرماد الموجود في الرماد المداخن المادة هذي غالباً تحتوي على Aromatic Hydrocarbons أول شخص ربط بين حدوث سرطان سكوماس الكارسينوما سكروتم وهذه المواد الكيموية الموجودة في السوت الهباء أو الرماد المتعة المداخن اللي هو Chimney Sweep سويب معناها ينظف Chimney معناها مداخن أو مدافئ ف This chemical carcinogen lead to a mutation which is usually producing the cancer in this particular patient اللي هم البشين بتاعين سكروتال كاصر This is Sir Percival Pot Sir Percival Pot is an English surgeon جراح انجليزي هو اللي يربط أول مرة في التاريخ الإنساني ما بين وجود وجود السرطان والمواد الكيموية في احتبر هو أب الكارسينوجينيس صح ولا لا فعموما إش قال قال فيه نوعين بعد نصنفه الكارسينوجينيس إن قالوا فيه نوعين من الكارسينوجين One of them is directly acting carcinogen which is usually required a metabolic conversion of the substance before it becomes a carcinogen يعني المادة الكيموية ليست فعالة يجب أن تفعل أولا قبل أن تتحول إلى مادة فعالة تستطيع أن تكون كانسر وهذا سموها Directly acting chemical carcinogen Sorry أنا خضيت الجزء الثاني أول الجزء الأول هو Direct acting carcinogen Direct acting carcinogen عكس ال indirectly acting أو ما شرحت هو شرحت على ال indirectly acting Directly acting carcinogen Because it is a carcinogen These substances are carcinogen And they don't know Require a metabolic conversion To become a carcinogen That's why they are carcinogen إذن لو خذينا جزء أول أنا عذراً صار لي شوية confusion لأني قبلت التليفون من المركز في عندهم حالة تحتاج إلى استدعاء لذلك صار لي شوية stress فعفواً إذا كان خلطت بين الأشياء لأن أحياناً الواجب الطبي يغلب عن الواجب الأكاديمي عموماً نردوا ونقولوا أنواع الكيميكال كارسينجين there are two directly acting chemical carcinogen these agents are usually they don't require metabolic conversion to become a carcinogen and then they are considered to be a weak carcinogen these example alkylating agent ZL alkylating agent اللي هي cyclophysomide اللي يستخدم في treatment of the hotkin lymphoma أما النوع الثاني اللي هو قلل هي بروحة لا تسبب سلطان ولكن ضروري يسرلها chemical reaction عشان تتحول إلى metabolic active substance which act as an ultimate carcinogen example عليها زي المواد اللي اكتشفهن سلبرسيفال pot اللي هو polycyclic aromatic hydrocarbons in the tobacco smoking it's called benzobirine these substances are important etological factors of bronchogenic carcinoma or lung cancer example الثاني للindirectly acting chemical carcinogen هو الأفلاتوكسن B1 الأفلاتوكسن B1 عبارة عن chemical substance usually lead to liver cancer and usually occurring in a fungus الفنغس هذا يكونها اسمه أفلاتوكسن B1 أول مدرسة لقوبي أن الأفلاتوكسن B1 is a fungus which grow on the peanut أول ما القبائل الأفريقية ليش نحن قلنا أفريقيا منتصفها ينتشر في سرطان الكابت هو أن هذه القبائل تخزن في الكاكوية اللي هي نسمو فيها البفل السوداني في عطوبة معينة ينمو عليه هذا الفطر اللي هو أفلاتوكسن B1 أفلاتوكسن ينتج فيه substance which act as an indirect acting chemical carcinogen called أفلاتوكسن B1 إذن أفلاتوكسن B1 is the substance which is the carcinogen وكتب تشوف الاسم الأصلي للفنغس اللي يكونها مش أفلاتوكسن أسماء Aspiragallus Flavus من أبوش ندخل في تفاصيل مايكروبيوريجي واجد ولكن لا شك بأن هذه المادة اللي هي أفلاتوكسن B1 is not a directly acting it's an indirect acting chemical substance that usually required some metabolic conversion عنا تتحول إلى المادة هذي اللي هي يسمو فيها أفلاتوكسن B1 اللي هي act as a chemical carcinogen اللي هي باتوصايت الخلايا الكبدية عشان تكون هي باتوصيد الكارسينوما هو سرطان الكبد اللي ينتجها فضر أسمه Aspiragallus Flavus Aspiragallus Flavus What are the chemical events in the chemical carcinogen which lead to the carcinogenes وجدوا بأن الكارسينجين يحتاج إلى تحويل بـ chemical reaction حتى يصبح H active This is by the electrophilic intermediate substance from the conversion of the inactive carcinogen to active carcinogen This electrophilic intermediate حيصر لها execution by the kidney لأنها water soluble صح؟ ودير لها detoxification أو إن الكارسينجين Before it's converted, it's getting detoxified directly by the kidney So either detoxification by the kidney or electrophilic intermediate which is executed by the kidney The electrophilic intermediate bind the DNA and form adduction effect و DNA damage The damage DNA إما أن يصبح repair وتتحول خلية من خلايا affected إلى normal cell أو إنها يصبح DNA repair طبعاً This is by the process of the DNA repair إن الـ DNA يصلح ليش؟ لأنها كونت mutation ولكن الأخطر والأدهى والأمر هو أن الخلية تعيش بالـ DNA اللي هو غير مصلح It lives with an abnormal DNA which is called mutated DNA or abnormal DNA and this will lead to cell death الخلية الجسمي أمرها بأنها تموت لأنها mutated and the DNA is mutated في حالة إنما صرش الاحتمال الأول وهو DNA repair وتحور الخلية لـ normal cell أو إن الخلية صار لها mutation و Enforced to commit suicide by program cell death apoptosis حتعيش الخلية بـ DNA كان دامج This is called permanent DNA damage إذن الخلية حتعيش بـ DNA damage الـ DNA damage حتسبب الخلية إن تتكون another mutations which will lead to the conversion or transformation of the normal cell to the malignant cells or neoblastic cells إذن يتكون pre-neoblastic clone and then by additional mutations بـ mutations رقم 2 و 3 و 4 تتحول pre-neoblastic clone المستعمرة هذا اللي هي مشروع السرطان إلى سرطان حقيقي وهو الملغنانت نيوبلازم إذن and this is a promotion to the formation of the neoblastia أما this process of the trying to detoxify the carcinogen by the execution or detoxification this is initially by the formation of the mutated DNA تلاحظوا بأن process or initiation الجسم يحاول أن يتخلص من mutation التي تكونت نتيجة carcinogen إما أن يصلح العطب الذي صار by the DNA mutation فتتحول الخلية back to normal أو أن يقول الخلية موتي to commit suicide by a program so that apoptosis والخلية تموت لكن الله غالب مرت مرت عيش الخلية by DNA damage فيسمو فيها permanent mutations which is initiate the formation of the cancer إذن هنا عبارة عن promotion to the cellular neoblastic clone by the formation of pre-neoblastic clone مع وجود طفرات ثانية وثالثة ورابعة تتكون malignant neoblastic cells هذا جدول مطلوب منكم منتكم تعرفوه بالجزء اليمين هذا chemical compound والجزء اللي أصار هذا هو cancer type this is the chemical carcinogen المعروفات في الطبيعة example polycyclic aromatic hydrocarbon الموجودة في الهباء أو الرماد اسمها benzobirine مرات إطقو فيها benzobirine أو benzobirine اللي موجودة في التوباكو smoke وهذا يسببا skin and colon cancer ويسببا lung and bladder cancer and oral cavity cancer laryngeal cancer and esophageal cancer يعني cancer esophagus هذا المركبات العطرية عديدة الحلقات الهيدروكربونات أما النوع الثاني فالاروماتيك أماين زي البنزيدين والنفثايل أماين will cause bladder cancer النوع الثالث من chemical cancer زي nitrosamine زي chemical therapeutic agent اللي تحول لتسبب في lsophageal and stomach cancer و lsophageal alcalating agent زي cyclophysomide chlorambucyl phaiotipa and bosphan which cause leukemia النوع الرابع من carcinogen زي vinyl chloride اللي هو يسبب angistarcoma of the blood vessels يعني سرطان الأوعية الدموية الآفا-toxin زي ما خضانيت هو يسبب toxicity and carcinogenesis تسرطن للخلايا الكابدية زي liver heavy metals العناصر العميق الثقيلة زي nickel cadmium chromium arsenate arsenate وال nickel chromium cadmium كثير من السيدات يستخدم في nickel cadmium chromium كما عاد لتحسين المجوهرات والمجوهرات الكاذبة زي الذهب الأفريقي وغيرها وهذا يسبب غالبا lung cancer and skin cancer طبعا الجدول هذا جدول طويل ممكن نذكر مواد أخرى موجودة ولكن هذا على سبيل الذكر لا الحصر ذكر تكم ست أنواع polycyclic hydrocarbons aromatic amines nitrosamine vinyl chloride and aflatoxin b1 and heavy metals and corresponding الصف الثاني هذا هو أنواع cancer اللي ممكن يكونن هذي المواد الكيموية أعتقد أن الجزء هذا جزء يعني يعني يتذكر أكثر من أن هو يحفظ لذلك يحاول تقرؤه أكثر من مرة أحتذر أن كان صار لي شوية confusion نتيجة التليفون الذي يعني ندوني المركز في حالة عبانة وحاليا أريد أن أنادب إليه بشكل عاجل هنحاول أن نرجع لك مجوز الأخير من carcinogenesis في بداية المحاضرة الجاية لأن قمت بشرح المرة هذي بشكل سريع إلى نلتقي في المحاضرة القادمة لكم مني أطيب الأماني ولنا لقاء ومازالت معركة السرطان مازالت المعركة بين بني السرطان مستمرة إلى أن ننتصر بعون الله المحاضرة القادمة ستكون آخر محاضرة وسنقوم بمراجعة الجزء الأخير من محاضرة اليوم فيها للتوضيح الأكثر إلى أن نلتقي لكم مني أطيب الأماني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سير أطيب سير محاضرة ترجمة نانسي سير